بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه وسلم وعلى كل الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأجل التسليم أهلا ومرحب بكم آخر مرة تقابلنا على هوا قلنا إن شاء الله لو جات فرصة هنفتح نوافذ شوية ونبص أو طلع البروستاتا اللي مش واخدة حقها العلمي وحقها الجد مش واخدة يعني تقريبا متعمة طول الوقت وهي بريئة طول الوقت فإن شاء الله فرصة النهاردة زي ما وعدتكم أن احنا يعني تقريبا مش مش هنقدر نلم البروستاتا قوي لكن هنحاول قدر المستطاع من كل الجوانب طلع 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 كده على قد مستوى الكلام اللي أنتم محتاجين تعرفون لكن بالمرة قبل مبدأ إيه اللي أدى للمشكلة دي في مصر والدول العربية كلها أقول كذا حكاية بسيطة بس في الأول كل حكاية في دقيقة أو دقيقتين من القرارات اللي كانت غريبة جدا وغير منطقية واللي انفردت بها الأسر العيني ومصر ومش موجودة في العالم كله إيه اللي حصل إن تقريبا من سنة عشرات السنين عمبر رقم واحد في الأسر العيني كان يمين وشمال كل عمبر الأسر العيني كان مسالك في اتجاه والجلدية في اتجاه فهما بيتقابلوا مع بعض بيشتغلوا مع بعض فيه أمراض ما أمراض تناسلية اللي بتتنقل عن طريق العلاقة التناسلية أي علاقة زوجية مش زوجية جنسية أي أمراض بيتيجي فيها شقين شق داخلي بيطلع بيبن كأمراض على البن آدم عموما كإفرازات تطلع كتأثير يوصل لحد حاجات كتيرة جدا وجزء منها بيبن في الجلد أجزاء كتير فيه حاجات إحنا حتى كمان كمسالك لما تيجي حاجة على الجلد في الأعضاء التناسلية في الرجال أو الإناس اللي هي الحاجة زي اللي كنت أولوما مثلا لما تشوف فيه ناس عارفينها ده كترة عارفينها والناس عارفين هتلاح حاجة كده طلعة زي الشكل غريب جدا زي الكويتش كده في الأعضاء التناسلية عند رجل عند الست بالنسبة لنا خلاص بتاعوا جلدية ده ده شغلهم حصل لخبطة لأن فيه أمراض من الأمراض الأمراض خريبا لكم البنية الدزيز أو الأمراض اللي بتسنين عن طريق الجنس مجرز أمراض مش كل التناسلية لها أثر على الجلد فهملها عليك جلد فكانوا طبعا فيه يعني هنقول إيه تيم بيشتغل فيه شغل الكونسولتو فيه أخذ الرأي ما بين الاسمين ما بين يليمين والشمال الجيران فلما بدأوا يعملوا اسم مسالك لوحده وراحوا اسم 17 تنينه في الأصف العيني فقالوا طبعا لا أنتوا راحين مسالك وإحنا جلدية طبعا الأمراض التناسلية تبقى فين قالوا خلاص خليها معنا ومعاكم دي كان قرار غريب جدا الأصف العيني بس اللي خده وبدأ ينتشر وبدأ الدكتور مسالك وتنسلية وجلدية وتنسلية لحد كده الأمور يعني المشكلة مش واضحة قوي لكن مع الوقت مع الوقت بتوع المسالك بدأوا ما يدخلوش في علاج الجلدية يعني مثلا لو جات لنا على مدى سنين عشانة أنا اشتغلت فيها مسالك حالك كوندية لو ما معرفش علاجها وما بدخلش فيها خالص ما أنا عارف العلاج وعارف أن بودو فيلين وكلام ده كلها كلها لا مش شغلتي يا بتاع الجلدية زي هدوكم مثلا بسيط في الدراسات العليا مثلا كان لازم يجنس ألف ورق جراح جراح عامة في حاجات مشتركة مش هكتمانة مسالك وجراح عامة مع أني كل يوفط الجراحة العامة كان من جراحة ومسالك لمجال أن هما يقدروا يدوا حقنة مساكن المغاس كاروي أنا بقولها نحنا النهار ده برنامج بلا حرج بلا حرج يعني هنتكلم بلا حرج بس كلام المفيد لي كنتوا في الأخ أنا بيعاني بالكلام ده يوميا مليون مرة عشان مجرد أن الدكتور بدأ يعرف يد حقنة مساكن بقى دكتور مسالك بولاي أو بدأ يديك فوارة مع أن في العلم المثالك ما فيش حاجة تصبح فوارة فوارتنا الوحيدة في العالم هي المياه وكلام ده قلته النهار ده قبل ما يجي مئة مرة لكل الأسر وكل العينين الفوارة الوحيدة في العالم هي المياه ما فيش حاجة تصبح الفوارات تأليف المصري ده وتأليف الدكات بقى كل دكتور جراحة كاتب جراحة ومثالك بولاي أنا مش بكتب مثالك وجراحة مش عشان في برضو من الدراسات العوالية كان بيجينا جز مشترك اسم الحوض كثر الحوض شرخ الحوض أنا والعظام يعني كان بيجيلي جز أنا والجراحة وبيجيلي جز أنا والعظام كان بيجيلي شرخ الحوض وكثر الحوض ومشاكل الحوض فإزاي هما بيتعاملوا معه أنا مش هجبسهم ما هما بيتجبس الحوض مش هيتعامل مع الشرق مش هيتعامل مع الكسر ولا العضل لكن لو في أي حاجة حصلت في مجرى البول والمسنة لأنا بتعامل ورغم كده هو مش هيكتب عظام ومسالك وأنا مش هكتب مسالك وعظام لأ احنا الجزء لو أنا بتعامل مسالك لو حصل حاجة في الحضن أنا بتدخل هو أشغل العظام هو بتدخل بس أنا ما زلت مسالك وهو ما زل عظام واو 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 في النساء الكليا اللي مين الجنين بينام عليها كان بيجي لناس آه الكبير ياخد دفتر كامل تأثير الحامل على راية يوترا سندروم تأثيره على الحامل وجالي جالي والله السؤال ده دفتر كامل السؤال كبير جدا في متحدة درستات العوالي تأثير الجنين على الحالي بقى كليا اللي مين وكتير جدا بيجي لنا شايلينهم البنت حامل وعندها التهاف كليا اللي مين الكليا منفوخة قد كده والدنيا مخدودة ودكتور الناس مخدود وحيانا يتعمل أبدا الجنين بيتحرك ويعمل وان شاء الله مع الولادة بتفك برضو مش هكتب مثالك ونسا عشان فيه سأل في النص كذلك لكن لما نرجع بقى لا بتقعد تنبقى الجلدية عجبتهم اللعبة عشان مجرد اني خدوا اشتركوا معانا في حاجة كل ده ايه ايه تبليه كلام ده بقى ما صاروا على البروستات رقم واحد والأفضع الخاصية طبعا انت خدت الجلد جميل ده شغلك وانا مش تدخل فيه او لو فيه تانية لو فيه مش عارق فيه العضو زكري المنطقة كلها ده شغلك عادي لكن نوصل للبروستاتة اللي عمر بتاع الجلدية ولا اي دكتور شاف ولا قلت الكلام ده الحلق بات ما فيش حد شاف انت لما تروح تقابل اي حد جارك عندي علم في البناء قلت لك عندك بروستاتة ايا جماعة البروستاتة ده لعبة تقابل اي دكتور قابلك بروستاتة تخد عليك بروستاتة ايا جماعة الامور مش كده خالص ده انا هفاجئكوا بقى بأسئلتي انا ومش هقولي ان انا بجاء ابدا انا الصح لاندي شغلي بقى الفيك الحكاية الاولى قدر اللي حصلت بقصر العيني ودي مرضها على ايه بقى لما كتب بتاعه جلدية كتبوا جلدية وتنسلية اني مش سكتوا عند الامراض التنسلية الجنسية اللي بتأثر على الجلد وعلى اعضاء التنسلية لا تمادوا اني وصلوا الامر ان هم يعالجوا بروستاتة من غير ما يشوفوها ولا يعرفوها واتحدى انا قعد معه اه تحدى دكتور جلدية في العالم يعرف البروستاتة هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورح تلوه بركاته ازاي يا دكتور ازاي حضرتك عظيمة يبارك لك ويبارك فيك وفي كل المشاهدين وكل الناس احسن ناس والله يخليك والله انا السؤالي بالنسبة لي انا عندي هملاح والصديد عالي اولا غلط معلق احنا هنتكلم بلا حرج وبلا حرج يعني هتسأل براحتك وانا هجو يعني يبقى فيه شوية فطفضة فطفضة ما بينه اي حد بيخش علي يا سيد محمد يقول انا عندي املاح والصديد اقوله انت غلط غلط ليه لان انا دوري ان انا مش اشتغل عليك زي الكتاب لا ان انا نبيهك اقولك لا انت كده غلط انت بتقول لي شكوتك املاح والصديد انا اسأل اتعرف يعني ايه املاح الاول اقفل طيب يا ريت يا ريت يا ريت يا اسم محمد تقابل تكلمني تاني يا جماعة على فكرة دي برضو من ضمن الاخطاء مفيش شكوى في العالم اسمها عند املاح ياريت تسمعوني ياريت تفهموني ياريت تركزوا معايا بس انا برضو قلت كلام من فترة الدكاترة مش هيسمعوني لانه مش هيطابعوا حد الدكاترة مش فضيين يطابعوا علم مش فضيين يعرفوا حقاية مفيش مرض اسمه املاح خالص يا جماعة البنى ادم من شعره لضفره املاح يعني ايه املاح يعني طراب انت طراب الكلام اللي يتقال على المنبر ادم من طراب انت طراب غطبنا عنك وما صيرك طراب تعرق طراب البول نازل لو البول ما فيهش طراب يبقى كيرا يفشل كلوي كل لتر بول فيه عشرين جرام طراب اللي هي كريست ايوة سيد محمد ايوة دفر يعني ايه املاح املاح والصديد عالي يعني اسمعني انا بسألك عشان تتفد انت ونقدر نخدم الناس يا سيد محمد يعني ايه املاح مش عارف والله بالظب دور المريض يروح للدكتور يقول له الحتة الفناب توجعان انا ما بروحش انا ما بروحش للدكتور البطن انا امين بقول له ما بقول له انا عندي ضع انا بقول له عندي اصداع ما بقول له انا عندي اصداع وهو بقى يشخصني ما فيش حاجة اسمها املاح اولا ما فيش مرض اسمه املاح على مدى التاريخ ولا هيحصل ما فيش مرض اسمه املاح الصديد يبقى في التحليل وده نادر في المثالة كالبولية مش مش شائع قوي والصديد شائع اكتر مع الحصوات لكن اللي يجي الواحده لا املاح انسى لكن ايه بقى الشاكوة بتاعتك الشاكوة تحت في جنابي الاثنين اتبير عفو في امساك لا انا معايا القولون والصم بتعليه شف بقى انت بدخل عليه هو برضي الغلطة التانية للشعب المصري ما فيش انت تعرف القولون انا جاي صحاحلك بس تعرف القولون لا بس يتقال لك من قالك اني انا بقولك صح فانت تقول لي انت عندك امساك قول لي اه عندك انتفاق تقول لي اه عندك سوق عندك سوق اهض بتقول لي اه بتحذى عندك مشاكل في نزول البول لا انت عندك كم سنة انا 51 51 يعني البول عادي لحرقان ولا 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 لا ما فيش حرقان بربك بربك قول لي بما اني ما فيش حرقان وفيش مشاكل في البول انت ليه كده رأيت جايب من نفسك او حد قالك املحه صديق انا عملت تحليل يا دكتور الاملاح دي لو مش موجودة في البول يبقى ده بول مية الحمد لله وجودها نعمة لكن استديد كام مش فاكر محمد جايب 30 و40 لا ده نسبة بسطة جدا هنتروح بسرعة جدا اا ما بيت يعني دخول الحمام بالنهار معقول وبالليل ما بتقومش لا لا بالليل لا البول مش بينقف في الاخر لا عملت موجود صوتية على الجنب اه ده انا عامل شعر السبغة لا لا انا ما تكلمش على السبغة السبغة دي اخر حاجة عملت موجود صوتية قالوا في حصوات لا 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 برضو كلمة اللي لازم تقولها لأي حد كليا من غير رام ليبقى كليا ميتة الكليا الطبيعية العيشة الكليا العيشة لازم بقى فاشوات رام بقى السبغة عشان ايه يبقى قولها للدكتور وقولها لأي حد عناية عناية هكلمك وقولك كل حاجة الوقت حاجة مهمة تحت امرك اه اي اتصال في شك الموضوع على الفكرة الحالة أنا ليبقى يعني بتمادة وقسين وجيم وقلب ويمون وشمال لأني الحالة هي اللي بيجيلي كلهم كتير جدا يا جماعة ما فيش مال اسمه املاح بول بدون املاح احنا عندنا البول مية وده يفيه كريستالات كلمة املاح دي مش كلام علمي البول مية ده يفيه كريستالات الكريستالات دي انا ممكن مرة قلت مرة من نعمة ربنا ان كليا لو خلطت جسمك من البودرة زيادة التراب الزيادة شخيل انك واقف تباوي البودرة التراب مش هينفع فمن نعمة ربنا نزلت التراب ننازل دايب في المية يبقى اصل البول الكريستالات وليس المية يبقى انا يعني شخيله نسيت الاصل وبتكلم في الفرع يعني لما شوف البول في كريستالات يبقى مرض النهار ده جاية فنية معمل جايب اختها وجاب لي البول وتقول لي مع اني ممنوع تحليل البول الستات تحليل البول لرجالة ليه؟ لان بول الستات كارف مهبالي لازم انضف قوي قبل محل لكن الرجالة ممكن كل الزكور ممكن شوية بول بره وبعني يكمل لاني ما بيعديش على حاجة برضو هي غلق جابت تحليل لاختها وتقول لي ايشوف مليان املاح ما هو ده طبيعي ده ثلاثة زائت انا ما هو ده عادي طب اعمل في ايه ده شوط مية ده مالوش دخل باللي عندها وطالح برضو عندها نفس الفكرة اللي بيقولها علي قصة محمد شوط انتفاكات وامساك تخيلوا ما هي ضربة في الجناب من اخطر الحاجات اللي تتعب اي بنا ادم في العالم الامساك الامساك ده لازم يتنسف ناس لان الامساك ده هتليه رد فعله على الشرج من تحت ساق جدا وعلى المعدة وكل بطنك وبعين بقى بقت شائع كل ما تقابل حد يقولك انا عند القولون يعني ايه عندك القولون ما كلنا عندنا القولون ما قولين موجود احنا بنأذيه احنا بننفخه وبفكركم دايما ان الاصفال لما بيتولدوا بنكرعهم دايما علشان الهوى ما يقعدش ببطنهم ويعملهم مغص لكن انت بتسمح لنفسك ان بقتك تتميليه هوا وفي الاخر تقول عند القولون لا انت نظم ضيع امساك نظم موجباتك قلليه الهوى وتبقى زال فل استاذ حسن قالو وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم بركاته الحمد لله الحمد لله بخير ربنا يبارك فيك والله يبع عليك اغلب ستين سنة ستين ستين سنة تمام اه بالمعال بالحرقان شديد في البول تمام بالتصفف البول تمام اعمال في ستك صنار على البطر الصمو يلو البنصات حجمها وعمل في بي سي اي للي كنت بتعليم برصمها بي عشر تلع كامل بي سي اي تلع كامل بي سي اي طالعا اقل من قصف المين كام اقل من قصف المين يعني معقول يعني طبيعي تمام مافيش ماعندكش سكر لا في سكر داتا في ضغط بسي تحت 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 متقربة مساء الحمد لله كويس اه بدخولي الحمام فترات متقربة ولا ممكن ساعتين تلاتة لا ماعليك ببخش الحمام على مطارات متطربة وبالليل وانت نايم وانت نايم بتقوم كام مرة بانتاز من مرة تلت لان ادامتي دي احارات جديد جدا بالبول اعملت تحليل بول اعملت تحليل بول كويس اعملت تحليل بول كويس المزرعة انا بقى عشرات سنين اشتغلتها ما تراتش مزرعة لان المزرعة بتتعمل لو صديد عالي جدا ومش رادي اتجيب للعلاج اسبوع اثنين تلاتة اربعة ممكن اعمل مزرعة صديد لكن بول كويس اعمل مزرعة لايه اذا كان هي اساسا ما بعملهااش لو البول في صديد لما يبقى كويس اعمل مزرعة للهوى وده شفتوا على فكرة بيجي لي يوميا تحليل التحليل البول صديد بنتين لتلاتة وده طبيعي اربعة خمسة تلاتة سابعة لحد عشره طبيعي وعمل مزرعة معليش طب اوكي اه هو السؤال المهم الزوجة موجودة يا حاجة حسن اه موجود المعاشرة كويسة ولا في مشكلة لا لا في مشكلة طيب اوكي ها دي اللقف عندها عشان هتكلم عليها والتليفون يبقى معنا اه لو خدتوا بعد الحلقة تكلمني في اي وقت ان شاء الله ونتتتصر ببعض لان هقول انا سألتك بايه وإيه اللي وصلك لايه عناية الاتنين عاجة حسن توقموا رباش اه دي النقطة اللي انا كنت هوصل لها ممكن ثالث مرحلة اه انا قلت لكم ايه اللي حصل في القصر العيني ان هما عام معليش يعني قايزوا مصروا شكل اوسط كله بفكرة ان خلوا تخصوا جلدية يشتغل تناثلية طب يشتغل تناثلية تأثير الامراض الجنسية على الجلد متشكلين كويس لكن يلا بالمرة بقى ما نكمل ما نشوف الدوالي طب ما نشوف الخاصية ونبدأ نلعب فيها طب ما نعمل نشوف ايه البروستات دي اللي بيقول على تدليك وجلسات دي ما كانوا بيعملوا جرانة تخيلوا وصل الامر اني انا فاكر من من زمان زمان اوي 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 يعني لما اول ما اشتغلت المسالك في التمانينات وفجأت ان هناك في القاهرة بقى قالوا انت هتمسك الريف عندكم في الجيزة هو كل اكل عاشق يبقى التدليك التدليك هو منتشر زي ما انتم شوفت في فيلم النوم في العسل وكده انا عارف علميا ان التدليك جريمة وانك لما تلاقي ابنك عينه ملتهبة تقول له اوي هتلمسها اذا البروستاتة لو محتقنة محمر هتلمسها هتعمل صديقي انا اللي قزيتها ده علميا ده حاجة معروفة لكن انا لحد دلوقتي دخلت على 40 سنة التدليك ده ممنوع وكلنا كجيل وكشغل وكمنظومة وناس نعرف بعض تحدينا دينا كلها ومنعنا فكرة التدليك ودلوقتي ما متشوفتش انت زي زمانة الو ايوة اتفضل سامعك اتفضل سامعك اتفضل بالتعامل وعملية وضروفة تمام وبعد جدا حسيت بعد سنة محملين بحرام في البول عندك كم سنة عندي 56 هو طب معليش طب نتكلم انت لست ثمان صغير عندك سكر او ضغط لا عندي ضغط ضغط ومزبطه كويس لكن في نقطة مهمة جدا هما بعد العملية ركبولك أسطرة ركبولي ايه أسطرة أسطرة في مجنة البول الأسطرة سمرت معي كم السكر يوم طيب قبل الأسطرة وبعد الأسطرة في مشاكل في المعاشرة ايوة في بسا طب كانت موجودة المشاكل دي قبل الأسطرة لا مجنش فيها يا حتى بتاخد علاج للضغط ايه كنكور ولا ايه غاية كنكور بالظبط هنتكلم في كذا نقطة المهم عملت تحليل بول في حاجة؟ عملت تحليل بول قلبي ما فيش الدكتور مسارك قلبي ده فيه كيس كيس معمية على البريستاتر انت مخلف انت مخلف انا مخلف انا مخلف ربنا يبارك فيكم يبارك فيهم انا لازم دايما اسم حضرك ايه الاسم ايه سليمان يا حاجة سليمان في نقطة مهمة جدا دايما نقول انا عيني ما يهمنيش لونها ما يهمنيش واسعة لدياقة يهمني وظيفتها ممكن العين تبقى قد كده وخضرة والناس يعملوا فيها غزل ومش شايف كذلك كل عضو في الجسف اللي هو فايدة الخاصية انجاف فقط بس بتدي حيوات منوية ناشفة ديدان البرستاتة كل شغلتها تدي السائل اللي بعيش عليه حيوات منوية وتدي القصف ما عدا زال لك انا ما يهمنيش انا مش هبهة بيها فيها كيس وما يفهش كيس لما يجينا حد ما بيخلي بش بس انا بطمنك يعني لكن عايزة اقول بس يا فكري انت كذا حاجة نقطة معاك رقم واحد لازم نغير الكونكور هنزبط الحالة الجنسية لان كل مشاكل عملية الغضروف تخلي تأثير على البول والبرست فقط من ناحية ايه ان يسيب او يمسك البولب يمسك معاك كويس صح لا البولب يعني مفيش كوة طفع يعني لأ يعني انت اساليا بدي حكمه كويس ايه بحكمه كويس يعني الساعتين ودلاتة جمال كويس جميل وبتنام كويس بنام كويس بقوم في الليل جميل جدا والبراز كويس البراز كويس بس برضو فيه حاجة كده كل ده هنزبطه مع بعض ان شاء الله لكن تضبيط الكونكور يتغير لان الكونكور بدأ باخر حاملة فاخر سنين ان ياخدوه ستات بلاش الرجال عشان بيداي المعاشرة شوية لو زبطنا المعاشرة هتزبط البول ولو شلنا رد الفعل المعاشرة وكلام ده على البرزاتة من ناحة الاحتقان والبرد هيتزبط البول بقى زال فول ان شاء الله هل اتواصل وقولك المضوعية عنايا يا حاجة سليمان اللي بيحصل ان دايما بعد العمليات خلي بالكم من نقطة ممكن تبقى قبل العمليات بتحصل لو انا تعبان كدام ده بشوفه يعني حد قبل ما يعمل عمليات الغضروف بيبقى في تأثير في الحركة في القوام بيبقى يعني شوية مريض قدام القصة وبتبقى الزوجة الشرقية دايما الشرقية دايما ما عندهاش استعداد في معظم الاوقات انها تجاذف لو الزوج قالوله عندك شوية قلب شوية مش عارف ايه خايف عليه وحاسة ان ما بتسدى هي كفية تسع عيال فما بتسدى ان في حاجة تتلكك عليها وتقول يا جماعة لا انت تقولوا لا انت ما تعرفش اني كبت الاحساس بتاع الراجل رضي رضي فيعلو على البروستات وده اللي انا عايز اتكلم عليكم واللي عايز اقول لكم اني تقريبا تقريبا ما فيش راجل بيدخل عندي بيشتكي من تحت الصرة لحد تحت خلي بالكم يعني مش هجيلي بيقول لي عند حاصل على الكالية او حاجة في الكالية وقول له ايه اخبار المعاشرة لا انا بهرج لكن اي مشاكل تحت الصرة عند الراجل لازم بروح سأله عن المعاشر انا عايز اقول لكم فجأة حاجة مهمين جدا نحصله النهاردة مبارح عادي بس حد سبعين واحد سبعين سنة النفس الشكوى بتاع الحج سليمان نفس الشكوى بتاع الحج حسن تقريبا النفس الشكوى بتتكرر اخبار المعاشرة ايه الزوجة ميتها بلده بقالها سبعة تمنشهور وانا خايف اتجوز قدام ولادة دخل عسفري ببص عليه وبطمن عليه جوه وبعيد عنهم هو بصراحة انا خايف افكر في الجواز لان ايه خايف من ضعف لان اخر اخر مراحل للزوجة كان ما كانش في من عاشرة او كان في ضعف او 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 كلام ده كله الاسباب ممكن نكلم فيها لو جات فرصة ازاي ازاي نشيل الاسباب دي من المجتمع الشرق فالحاجة التانية نفس الفكرة حد كذا وستين سنة مش كذا وستين سنة وفاجأ ان اعراض اللي هي ما قبل الزواج اللي هما الشباب العازم كل الاراض اللي عنده اعراض عزوبية لكن هو شكله جد وعنده احفاد ايه الموضوع اه امراته في مشكلة ورفض المعاشرة الجنسية راجت اني حتى احد اللي جاره اللي جاي يساعد واضح ان عارف الحكاية قال يا دكتور امين اه يعني اعتبره عازم انا خلاص عازم لان احنا انا بعمل العزاب على اني بيجي لهم احتقان متكرر موجات من الكبت وهتستمر من لحد ما يتجوزه بعد الجواز بتختفي 90% منها يعني البوائي بقى بوائي بسطة لو حصل سعو القصف حصل ايه حصل ايه حصل ايه لكن معظم الاعراض اللي تجري العزاب اللي هما بتقلقهم جامد بتختفي مجرد الجواز احمد الو السلام عليكم السيد احمد اتفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايكا دكتور الحمد لله ربنا بارك فيك يا رب ربنا بارك فيك يا ربطور انا زبت حامل في الشهر الثامن يعني ديت التاسع كده تمام بس طبعا عملت تحليل زلال بقى لك خمسون يوم طالع اثنان اثنان زائد والضغط والضغط مظبوط بالضبط شوفها المهم الضغط مظبوط ده مهم جدا ده رقم واحد شوف أنا بتاع بتاع مسالك لكن في حاجات هقولك على انت بتسألنا على تحليل بولو الزلال كان فيه وعد يومين وخوراه طيب عايزة اقولك بس ان انا بعرف بول الراجل من بول الست الشلام يعني يا احمد بيه في عندي تحليل بول لحضرتك وانت سليم علميا وتحليل بول لزوجة وانت واحدة ست وانت سليم نقطة مهمة جدا رقم واحد لازم الاقي زلال في تحليل الست بلاس واحد واثنين زياد واحد واثنين واضي طبيعي اعمل ايه علشان او انت بتقول لا انا شاكك عشان ايه حامل اعمل زلال في الدم واثلال ضغط وتبيعها بس خلاص مفيش مشكلة لكن ال يا دكتور هي كده الدكتور الدكتور هي في شهر بداية شهر التاسع يعني عشر تاني في شهر التاسع اقول لها لأ كده لازم تيوتيل دي لازم او بقول لها كده بس معين الضغط مصبوط لا 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 كلام ده غال لا طبعا زلال في البول عند كل الستات ده طبيعي لان المنطقة المهبلية اللي انا قلت عليها مليانة مخاط المخاط بتاع المهبل مخاط السدر اي مخاط في الجسم زلال اصلا يعني اي مخاط زلال فلما البول ينزل يغسر المهبل بياخد معه زلال لازم انا عايز اقول لك شكل البول بيبغير يا دكتور يعني بيبقى سوى اللون الداكن كده شوية ده عادي عند الستات الفيض مهدو رقتي انا عندي ايه انا يهمينها في حاجة اسمها كاست الزلال ده عادي عند الستات لازم يشوف فيه كاست ولا اقا عشان يعرف ان فيه التهاب كليا ولا اقا الضغط مهم جدا الضغط عند في الحوامل وتسمم الحامل اللي هو خايف منه لازم الضغط هيعدي عالي جدا زائد هيبدأ رجلها تورم يبدأ وشها يورم الامور مش قرار احادي يتقد كده في ثانية لا طبع يا دكتور كده الضغطها مصبوط وعلى فكرة طلع ونزل يا دكتور الزلال ده يعني كان مرة اثنان زائد وبعد جدا الثاني يوم عمل التحليل زائد واحد وبعد جدا راح وبعد جدا بعد اسبوع رجع التاني عارف ليه عارف ليه لان مرتبط بالاحتقام بتاع المهبل من برة مرتبط بكمية الماء اللي بتشربها هي لو عرق جامد لو مجرد الواحد يعرق البوليه بقى مركز هيبقى بس تاني حاجة لو فيه افرازات زيادة بهبلية في اي وقت بسبب المعاشرة بسبب 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 الزلال هيزيد فاذا انا بقولك بنقبل في الست وتحليل الست عارفه لو انا خدت تحليل الست من غير ما بص على الاسم فوق لقيته ان فيه زلال قالهم دي ست طب طلعي راجل لا مشكلة في حاجة اسمها خلايا 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 بشرية اللي هي زي اللي بيعنو بها الدي ايه دي كده الخلايا بشر دي في تحليل الست طبعية جدا لو بقيت عن دراج اللي بقى عنده كنفر عنه سرطان تخيل يبقى تحليل الست نعم يبقى يا دكتور كده يعني ده مضيح هي كده طبعية هي طبعية طب انت انت منين انا هي من الفيون اه طب وكيس او دايما ده اول حمل لا التالت حمل حصل لها تسمم قبل كده لا 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 انا انسى الموضوع ولو عايزت ببصة جدا ممكن تاخد تروح دايما مش هتلاقي اجمل معليق نهائي اجمل من قرارات المستشفى الحكومة لو في حاجة كده ايه اقرب المستشفى الحكومة عندك هتلاقي فيه اخصائي واستشاري قاعدين خش وقد رأيهم في الموضوع ان شاء الله هتبقى زن فل واي حاجة تصل بها وكلمني ان شاء الله هرجع للنقطة المهمة ان انا بسأل كل الرجال لما يجيني بأي مشكلة تحت السرة بقول له ايه اخبار المعاشرة لنقطة بقى اللي هي الظالم متعلانة بروستات اي لخبطة اي عدم رضى للعقل الباطل للعقل الباطل عن المعاشرة الجنسية ودائما بشباهها بايه انت ممكن يبقى قدامنا اكل انا عندي طبق وانت طبق وطبقين قد بعض انت كلت على مهلك وانا ظلطت الاكل احنا هتنين شبعنا واحنا هتنين استفدنا بس انا الاكل لما ازلطت صعب لمعدي لما ظلطته كده وبلعته بسرعة من غير ما مضوغه كويس هيبدأ يضيق لمعديدتي ويعمل له حموضة ويضيقني مؤقتة لفترة لحد ما يعدي ادي الفرق كذلك المعاشرة العلاقة زوجية ذاتها ممكن لتنين تلاتة كل ده يمارس ده بيمارس والتلاتة خلصوا والتلاتة خارجين خلصوا مبسوط لكن تأثير السرعة تأثير الاحساس تأثير التعاون كل ده بيخلي العقل الباطن يا إما يبقى متشبع أو لا لو تشبع يبدأ فك فك الدم فك الاحتقام فك مش يتسيب قطر لا قطر في الخاصية ولا على البرستاتة ولا على الحط تعطي السرعة ولا في المسانة ولا كلام يكون يبقى الألم من تحت مجرد أني أحل البول عند الراجل سليم سونار سليم فكري بقى أن كل دكتور إشاعة شاطر دلوقتي ما شاء الله عبقاري ألاقي كل شاب داخل كاتبله تدخم في البرستاتة يا جماعة ما أي حطة بتحت كلمة احتقان يعني إيه كلمة احتقان يعني كبر يعني أنت لوقتي لو لو عينك حصل فيها احتقان بتكبر شوية بقى التهب شوية يكبر شوية اسم كانت دراسك لما البرستاتة الجوز غدة لما بيجي فيها احتقان دمه وبتونفق شوية كاتبله تدخم تدخم ولاقي العيان جاي أي نعم يلا هقول إيه باب رز بس طبعا أنا مش راضي على الكلام واهم خطير واهم خطير البرستاتة مجرد شوية جنسي يتحويشوا فيها بتملى زي زي أي حاجة بتتنفق شوية زي البرتقان المليانة زي الطمطمية العطيب أي حاجة سيد أحمد عاطف سيد عاطف ألا هو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك أيوة الصوت غريب شوية معاك عاطف وضع بالصوت قعد مكان آه دكتور بنا يبقى عمل حمام مهاتات طويلة غير مبزين لأ بالراحة كده بالراحة كده حمام بول آه ما له بقى إيه اللي بيحصل يبقى الواحدة غير ما ينزل بول ويبرضو بعمل بول كتير يعني يعني كمية يعني فترات قريبة وكمية كبيرة يعني يعني بعكس الناس اللي هم وراء بعد بس كمية قليلة لا لا أنت كمية كبيرة عندك كم سنة 41 عملت تحلي سكر آه ممكنش حاجة أكيد تمام بالليل بتقوم كم مرة مرتين مرتين وكل مرة برضو نص كباية كباية لا يعني مش كبير قوي يعني أحيانا بس أنا جالي فترة حاجتنا البول كنت أنزل دار بتعاملت بساعة وكدر أخري البول آه كان آخر البول تمام 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 كنت أسألك على إيه آه ما عملتش أي عمليات ما عملتش أي عمليات آه ولا أي عمليات ما عاش قصف سريع وقصف سريع جدا لكن لكون قوت الانتصاب معقولة آه طب أوكي في عندك ألم في الحوض ألم في الخاصية أي دفتور ألا واجع في الحوض أو واجع في الخاصية ما عمل أي حاجة لا هو بس مضوع البول طبع آخر تحليل البول عملته إمتى من فترة من فترة أنت ساكن فين طيب ياريت حل البول في أي معمل أخذ رقم بعد الحلقة وبعثه إلي على الوقت وإن شاء الله تعالى ترسل معك وقولك تعمل إيه هزبط لك القصف وزبط لك البول إن شاء الله تحت عامل القصة عايز أقول بس إن برضو هنتكلم عليه أنا مش عايز أسبق الأحداث على موضوع سعود القصف وتقريبا فيش حد بيخش لما في العيادة جاي يكشف على بنته على ابنه على مراته على جاره اللي ما يميل على ويدني كده أول ما يميل على ويدني هقوله هيكلمنا على حاجة من أول أقوله بهدو هنوصل لحل بهدو هنوصل لحل وعجبني أوي 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 شاب جال النهاردة قال لنا بطلت ترمدول وعايز أخذ عليك قلت له بس تظهر معي لأنه في فرق ما بين إن أنا أديك عليك سريع جدا نضحك عليك زي اللي أنتم بتروحي السيادليات يا جماعة السيادلة مع احترام للسيادة ده تخصص جميل عبقري إبداع إنك تبدأ تعمل دواء بحاجة مش شوية ده شغلك بس أنت مش طبيب يعني النهاردة يعني ما عليش حنا بقى بلا حرج متكلم واحد جايلي النهاردة تقول لي أنا رحت للصدرية اللي جاري الصدرية جار في الشارع عندهم قتلقى أنا رجل بتوجعني قتلقى أنت عندك نقرس الدولوم اللي وقفة الجميلة الرائعة اللي بقى الدكتورة تقول لها أنت عندك نقرس خد العلاج ده شهر وبعد شهر بتعالي أشوفك إيه اللي بيحصل ده كذلك بيدوا علاج مثلا إيه خدوا الأرس ده أرس إيه ده لا يعني أنا بقسم الأرس للعيان على 4-5 أبدأ لأقسموه لو أحفظه وزود وجالي النهاردة يعني ثقافة عالية جدا أنا بعتبر إن كان محامين أو غير أو مهندسين وحتى المدرسين ثقافة عالية جدا وببدأ مرة واثنين وحفظه الجرعات وزود كأنك بالضبط سيئة عربية نبدأ بـ 7 ونص ممكن ننزل لـ 5 وتطلع لـ 10 أخيرنا 12 ونص وببدأ أحفظه درجات الجرعة ليه لأنني عايز أخذ جرعة تشتغل أقل من كده ممكن ما تشتغلش ويبقى ما خدناش فايدة وأعلى من كده ممكن تتعب جسمه ويبقى إحنا ممكن أخدش شغل يعني لما الجسم يتعب ممكن حاجة من الاتنين ممكن أكره وياما ياما ياما يكره العملية ذات يبقى إذن الأمور مش ببساطة إنك تروح للوقف سادلية في الدرجة كده خد ده أنت تفاكرين زي ما كان بيحصل كده خد دول بلعه جمع الأمور مش كده أستاذ عبد الله ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك يا دكتور الحمد لله بخير يا أستاذ عبد الله لو سماحت أنا عندي موام بالليل موام كده موام بالليل أعمل حمام مية السن كام 63 سنة 63 عندك سكر لا ما عندي السكر طيب حللت بول لأ بول كوال لما بخش حمام البول مراغي البول مراغي لا أسيبك بالرغاوي حللت بول في المعمل حاولت بول في كده قال لك في حاجة أنا أصلا بجعلج من الكلة ومركب دعمة في الحالة لا يعني مراكب شوفت كلام الخطير يا أستاذ عبد الله مراكب دعمة والدعمة موجودة حاليا موجودة طب أوكي كليا واحدة اللي فات دعمة كليا تانية عادي من غير دعمة أنا عندي كليا ضمرت يعني واحدة ضمرت وحات الدعمة في الثانية ايوان والوظائف البولنية الكريتينين كام سبعة سبعة مش سبعة من عشرة سبعة صحيح ايوان كالت إيه النهاردة كالت رض عالي مرقودة كي يعني كالت إيه لأ معلش أي حد بيجيني أول السأل بس قلوه لزيك كده الكريتينين سبعة طبيعا دخطار نعم طبيعا دخطار لأ لأ عندك أنت بتقولت ما فيش سكر أدام ما فيش سكر سهلة زبطلك الدنيا أدام الدعمة موجودة عايزة أقولك أني يعني ما فيش اللي عايزة أزبط الكريتينين وأنا معند السكر هزبطه حل هو نظام أكل مش بتتحارم بس بتقلل حاجة وتزود حاجة هتلاقي الأمور تزبطت وجود الدعمة له نظام هقولك عليه لأن هي اللي بتعمل حرقات الدعمة دي تلاتين سنطي أو أربعين جزء في الكليا وجزء في الحض فالجزء اللي في الحض بيشك فده هي بتشك وتدخلك الحمام هقولك تعمل إيه عناية وبقى تواصل معايا وإن شاء الله عناية لك وهزبط لك الأمور بالتلفونية مع بعض بإذن الله أسر عبدالله وهاشرح معضوعك في خلال ثواني ربنا تم شفاء عنده كيلة دمرة الكيلة التانية بالبلد متصدرة سيد الحوض ودائما ما زلت كلام بصمم عليه مثالك بولية زي السباكة بالضبط السباكة حوض وحوض وستعامل مع البساطة السباكة فالكيلة بتسمنا من الضمرة الثانية منفوخة يعني إيه منفوخة كيلة نازل منها حالب الحالب ده زي الحب زي المصرورة على الحوت أي حاجة متصدر دي التهاب مزمن في حصاوي في أي حاجة ما كان عملية قديمة فما بيصرفش الحالب فالكيلة طفحة الطفحة ده موقف شغلها شوية أنا عايزين نزبط الوظائف شوية فحطوله دعام رغم من الكريتين سبعة سبعة ده يعني ممكن غسين وممكن قرب غسين طيب ما فيش سكة يبقى جميل جدا لأن السكة اللي كان هيقف ضدنا يبقى زي الشكة في النص ما فيش سكة بس شوف بسأله السؤال المهم جدا بتاكل إيه تخلو بتعامل مع كم طبيب هو الكيلية بشكل ده عايزة نظام أكل إيه أمنع البوتاسيوم خالص لازم أمنع البوتاسيوم عنه الكيلية التعبانة تكره البوتاسيوم والبروتين بس تحب النشويات بحلومة بسطة جدا بوتاسيوم أكتر حاجة في حياتنا العادية الموز المعلبات وعصر الأصل مليانين بوتاسيوم دول لازم يتمنع وما يخشوش البيت الموز المعلبات المحفوظة كلها وعصر الأصل والبروتينات ما تتمنعش بس تقل للربعة لأقل ها كل لحمة حتة صغيرة حتة جبنة صغيرة بيضة واحدة أقصى في اليوم عن نص بيضة شوات فول صغيرين طبعا الملح ممنوع طبعا ده أساسي لما يجي شرب مية يشرب مية على قد العطش ليه الكليا مش هتصرف ما كليا واقفة وكليا مش هتصرف كل ما ضغط عليها بشرب المية والسوائل هتد لأن مثلا ممكن يبقى ماشي في الشارع وقاعد مع ناس يقولوا بس كليا تعبانة يقول له اشرب دول ممكن واحد يروح مجامل ومددوله عصر الأصل خرب اقول خرب بيته شكلها مش حلو يعني وعند نتكلم دلوقتي ده عايز شرب على قد يعتش يشرب شفطة بشفطة يقلل بروتينات يمنع البوتاسيوم اللي هو في الموز وعصير قصب والمعلمات كلها والبروتين قليل جدا والملح ممنوع عنده طبعا أصلا ويزود روز وماكرون أنا شاو يبقى بلها أقبال تقريبا أكله ويبقى روز وماكرون هتبسط أتلاقوا الكليا السبعة دي بكرة بقت ستة الأزواج جايبت خمسة الدعامة نتعاوم معان شو الله في سبيل أنها تبقى بدل ما هو سايبها بشكلها ممكن تتصدر فنحاول بشوق يعني إيه علاج بسيط فيتامين جيمة عشان تمشي حاجات برضو ممكن ندهاله الأمور تبقى ماشية شوية لو فيه صديد نعنجوه له لأنه عنده كليا واحدة هتلاقى الأمور بقيت ممكن توصل أربعة هتلاقى أحسن هتلاقى الأمور الضبطت مع قل ممكن توصل ثلاثة لو كليا صلحت ودعم اشتغل وصلت اتنين وواحد هتلاقى أزال فل هتلاقى أمور هتلاقى أدي حالة لوحدها عايزة قعدة وعلم بسي اللي بتعامل معاه عارف مش أي حد ومش أي دكتور ومش أي معلومة أستاذ عصام ألو ألو بسيخير بسيخير أستاذ عصام حضرتك أنا يعني لأي سطرة كان خلز القصر ومفيش كوه في الانتصاب يعني عايز يعني هما سموا البنامج ده أول بنامج بناءنا به القناة دي تمان أول ما كانش في التطلط خالص ما فيش لن تخيلوا الواضع كنا صحة رائدة كان نسمه بلا حرج فبلا حرج المقصوب بها اتكلم براحتك خالص وأنا هرود عليك براحتي طول ما الكلام في حدود أن احنا بنسمع الناس حاجات بمنتهى الشيكة والزوء اتكلم براحتك يعني فيه سرعة قصر يعني يعني أنا بقول لحظة كان مدام عندها كانسر ياجي تمام فأنا من حوالي أربعة سنة فبقى الزوء تطوري لغاية ما أنا الموضوع خلاص تقريبا نسيت يعني تمام 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 وأنا بالوقتي يعني بقى لي شهر حسن عندي زي انتفاخ كده فبقى الزوء القبيب يعني من من الجلد الجلد الأمامي من الطمرة الأمامية تمام لأ من تحطيه بقى حصل زي الجلد كده تنفخ زي نفنفخ لأ ده من جوه يعني حاجة زي نفخ كده وبعد كده جلدت دائر الداير كده فقالي تمام لكن البول نازل كويس البول نازل كويس بس بعض الأوقات بحس بحرقان شوية تمام هسألك كم سؤال السن كم 59 في سكر لا في ضغط لا مفيش ضغط تمام عملت أي عملية قبل كده عملت إن شاء السنة اللي فاتت عملية الميا بيدخل عينيال لاتنين لا ألف سلام إن شاء الله كده تقريبا أمور ده لكن الزوجة موجودة ولا ما فيه الزوجة دلوقتي 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 موجودة الحمد لله ربنا يتم الشفاء على خير لكن ما فيش ممارسة لا ما فيش ممارسة وبعدين حكاية الميا دي بعلها يمكن معايا ست شهور وبذات الشفاء بقوم بجلل يمكن عشر مرات لا إن شاء الله أنا عايز أقول إني أمانة وبقيت رسالة أي حد فيكم ما كانش بيستمتع بالحمام يبقى إحنا أخط إحنا ما دورنا خسرنا أو ما بقاش لنا دور معاكم لا أنا عايز أجل بس تحلي البول تتواصل معايا هتشوف التحليل فقط ما فوت صونار بالمرة لكن مجرد أن أنا هعرف التحليل في الأول أنا ممكن أبدأ معاك علاج هنشيل الاحتقار وأنا هقول لك بعد كده إن ده احتقان شيله بسيط جدا بالضبط هعملك كأنك عازب لحد ما نشوف الأمر إيه يعني هتبقى تعامل معاملة العزاب اللي هو في احتقان جنسي وفي احتقان في الحض وأنا مش يعني دايما أنا بقول إيه كلمة مهمة جدا إن فيه أربع فتحات في الجسم يمتعوا أو يعزبوا أي واحدة منهم تقول ما يا سلك أنت في متعة ومش دار على فكرة أنت بتحس بفقدان المتعة دي لما الأنف يتصدق لما زورك يبقى فيش احتقان مش عارف تبدأ علاقك ده أنت بتحس باعزاب بتقمستني اليوم اللحظة اللي تعرف تبدأ علاقك فيها ويشدرك بتشرق وعمال تأخذوا كذلك الأنف لما يتصدق والفتحتين اللي تحت بول وبرس فيه أربع فتحات طول ما هم سلكين أنت بتستمتعوا وعايزة الفل أي واحدة فيهم تتصدق أنت في عذاب وتعب رهيب فإذا موضوع البول أنا قلنا موضوع الإمساك ده اللي يهمله فيكو بصراحة بيعمل جانبه في حقيقة ناسه وبيعمل جانبه في بطنه وفي معادته المنطقة دي رد فعلها فوق وتحت ويا ما ناس بتعمل حاجة عمليات في الشرق وكان ممكن ما تعملش أي حاجة لو ضيعت الإمساك والانتفاق اللي حاجات زبطت بس البولار ويا ما ناس بتعمل من نظر على المعدة وبلاوي ومش محتاجة كل المحتاجات زبط الإمساك والانتفاق خلي بالكم الكلام فيش حاجة اسمعها باقي جريمة أنا عندي قولون بس معها بتقريبا من المية واثنين مليون اوكي سيد سيد هلو هلو ايوك فضل كنت عايز التفصر من حضرتك الخصار بسيط فضل كنت حللت من فترة وكان عندي زي أملح زياد أو صديد في البول وخذت علاج للصديد وراح تمام بس قوة الانتبع عند ضعيفة شوية وسرعة القصر تمام هقولي الكلام اللي قلته في الأول ما فيش حاجة اسمها أملح وصديد ما فيش مرض اسمه أملح أصلا فيه ممكن يبقى فيه صديد في ظروف معينة يعني لازم بردو يستفد من الرسالة لأنني مش جاي قدي محاضرة ولا جاي في نفس الوقت أقولك خد كذا بان شاء الله هنقول على العلاج وهعالجك بإذن الله ما فيش مرض اسمه أملح لأن الأملح طبيعة البول ما فيش حاجة الصديد لازم الصديد بجد الصديد بجد ده بيجي لو فيه أنتو عارفين الترعة لو فيه شجر مقطوع في ورق في طوب في أي حاجة تخلي تعمل عوفون حواليها لو فيه أي انسداد في المثالك البولية حصوى دي أي كلام ده هتلاقي في الصديد في الصديد الداخلي الصديد الخارجي الخارجي يجي مع المعاشرة بس والاحتجاجات الخارجية معاشرة إليجل أو غير شرعية التابت عند الزوجة جميل وده صعب يتديني فطرات ما تديني الصديد الصديد غالبا ما بيجيش من الزوجة غالبا بالنسبة 99 وتسعة 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 ما بيجيش من الزوجة بيجي من علاقة غير شرعية ما فيش حاجة اسمها أملاح الصديد لازم أكون حريص جدا وإن أقول كلما الصديد كدكتور وكمعمل وياريت أي حد عن التحديد اللي بعتوه لي أنا بس عادة أرجع بقى إيه معليش أنا ظلمتكم معايا نتكلم أنا قلت إن البرستاتة بتوع التنسلية الجلدية ظلموا الدنيا بدأهم يلعابوا في البرستاتة الحكاية الجميلة التانية بسرعة في دقيقة بعد إذن الكنترول إني اليوم السابع بعتولي من كام سنة أكتب مقالات علمي عن الطب وكرامتك كلا مش عايب إيه كلام بكل فكتبت مرة عن الكلة عن حصوط الكلة حماية الكلة كلام كده وفجأة بعت لهم مقالة عن البرستاتة لقيت المسؤولة منع المقالة دي تقول لأ وبعتالي بقى تقولي إزاي أنت مالك من البرستاتة ما عليش أنا أنت عارفين لما أنا أقول كلمة غريبة يعني هو ما كانش قال لا يعني ما كانش ميسي ورونالدو وابو تريكا يكلموا في الكورة هيكلموا على إيه مثل نبدي مثل يعني ده البرستاتة دي هي بتاعت المسالك ده أنا من أول بشتغل كانت أميز أمين إن أنا صباعي في البرستاتة من أول نظر جدا كان عندي 30 سنة مثلا كنت عامل نصف محافظة عاملات ببرستاتة وكانت تقولي إيه بتتكلم عن البرستاتة لا بتقول البرستاتة دي تابعة جلدية إيه ده أنا مش عارفة كان ناقص إن أنا أطلع مش عارفة على أعلى فين كتامت الصرخة وطبع ما ردتش عليهم وما كتبتش تاني لكن ثقافة غريبة جدا بتاعت البلد بتاعت المعلومة الناس البرستاتة بقى اتبع جلدية البرستاتة بقى اتبع بيسموت تنسولية تنسولية إيه بروستاتة بتاعت المثالي فقط فقط حطوا ما بين مليون كوس لو أي حد بيلعب في الكليا بتاعه الجراحة بيلعبوا في الحض إلا البرستاتة ما عاربتش في غريبتهم مثالي ما يعرفهاش غريبتهم مثالي إنسوا إنسوا فدي كانت حاجة غريبة جدا حصلتلي في تاريخ الحاجة الثانية في دقيقة كنت حاكت خلكه في حلقة كاملة داخل علي راجل 80-90 سنة حاجة رائعة جميل 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 أنا ما ليش في تسجيل الحالات دي وكلام ده ومعه واحدة منطقبة كده أنا جاي إيه سلم علي أنا جاي لك تعالجني بس متعمل ليش عمل ليه برستات فقالت له ليه أنا في اليوم ده كان عندي حلقة هنا كان يوم حد قال لي عشان أنا خايف إنك تعمل عمل برستات فمعرفش أعيش مع عشرة جنسية داخل على 80-90 الوهم ده حتى هو طبعا الحمد لله تلي عايش كويس منجوز بنته صغيرة بعد مراته ماتت ومشاء الله طلعت طب مصخفة جدا منها متدينة جدا ومصخفة جدا خلت الرجل أبو 85 سنة شايفين الست بقى وشايفين موضوع المعشرة هل نتكلم عليه بعد كده خلته شاب جميل حاب جنس لكن فاكر البرستات هتمنع له من من المعشرة الجنسية لا يبقى البرستاتة تعملها ما تعملاش تعالجة ما تعلقاش ما تدخل بالنصف لا تدخل بالمعشرة قال كل شغلة البرستاتة منجوها السائل اللي بينزل عشان كنت لما تشيل البرستاتة ما ينزلش سائل منوي فقط لاغير لكن تعيش معاشرة حديقة جدا ما عادة سائل منوي البرستاتة متهمة طول الوقت وهي بريئة طول الوقت سرعة القصف يضايقها عدم المعشرة يضايقها الكابت يضايقها البص يضايقها وعشان كده عشان هم أكيد عايزين يختموا وانا كلام كل اللي تكلموا النهاردة يحل البول ياخد تليفونها يسيبه وياخدوا التليفون ويتواصلوا معايا لان كنت المفروضة اقول لهم على العلاج علاج الاحتقان لهم كلهم بسيط جدا ومش كتير كلها حاجات بسيط جدا مش اللي احتقان مش الاتهاب ولازم نفرق ما بين اللي احتقان والالتهاب الاحتقان ده حمران بس يضايق الاتهاب ده صديد مضوع مختلف ما جيش عندنا في عينين حاجات ب يعني اعلى روجيتة ما كميش عشرين جنيه وتشيل الاحتقان بس تظبيط العشرة الجنسية اهم انا باسأل كل الرجالة اللي عندهم واجعت عطل الصورة بس اسأل الستات ممكن لو معاها جوزها وسامح وسامح لكن اسأل الستة لوحدها هي واخواتها هي واما لا مسألهاش لان من حوالي عشرين تلاتين سنة كنت سألت ست كانت جاية بتوع البيت واسبب مشاكل جوزك عنده ما سنسع القاس قلت لأوه الكلام دا جوزها زعل ان انا سألتها في غيابه من ساعتها لأ الزوجة لو عندناها مشاكل قولها عالجك اه عايزة تعرف الأسباب هات الزوج نتكلم كلنا مع بعض اذا لو زبطنا المعاشرة الامورها تتزبط موضوع الاحتقان علاجه سهل جدا موضوع البلو التحكم فيه علاجه سهل جدا التباور لإرادة عند الأطفال علاجه سهل جدا كل الأبوك لو تفهمت مش كبيرة ومش ضخمة بس نعرف قدورها فين بصراحة استمتعت بمواضعكم الجميلة وتابعا كان نيتي زي ما وعرفتكم على البروستاتا مكنتش متخيل تجاوبكم معايا لكن ما شاء الله انتوا خليتوا الحلقة زي الفل اشكركم وانلتقي في اقرب فرصة وانكمل نفس المواضيع صدقوني انا قبل كدامنا اقولي الانجاب لا ابدا هنربو برضو البروستاتا مع الانجاب ومع العلاقة الزيجوية في الحلقات الجيلة وغد فرصة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة